طيب كابتن أحمد أنت بتلعب مكان يعني علي معلول علي معلول ده مع شوق الجماهير والناس كلها بتحبه جداً فده أكيد يعني عمل عليك مسؤولية كبيرة عايزة برضو أعرف منك إذا كنت أنت تكلمت معاه استفدت منه حاجة يعني في الموضوع ده أو أنا من قبل ما كابتن علي معلول يتصاب أنا كنت دايماً عشان أنا شوال فاكت ساعات بروح أعمل مع كرصات ساعات بلعب ناحية الشمال عشان أنا شوال دي مساعدان شوال أن أنا بلعب ناحية الشمال كمان في الباكليف فأكيد اتكلمت معاه كتير جداً وهو كان لما كنت بروح أعمل مع كرصات كان بيساعدني في النقطة دي بالذات يعني أن أنا إزاي أطلع كرص من الرجل إزاي أتكنه بشكل كويس فاتكلمت معاه كتير جداً حتى لما أتصاب وكان هو كان بيتابع معاه دايماً وكان بيباريك لي بعد كل موتش فأحيطت أن أنا بلعب مكان كابتن علي معلول دي أكيد حطي الضغط علي وأكيد أن أنا دا كمان مكان مش مكاني حطي الضغط أكتر علي بس خلاص أنا في أمر واقع لازم لازم أشتغل على دا لازم أزهر بشكل كويس لأن دا شبه الزور الأول ليا لازم زي ما بيقولوا الزور الأول لك دا بيدوم يعني أنت خلاص دي فكرة بتتخذ عنك لازم تزهر بشكل كويس بس فالحمد لله ربنا كرام الحمد لله فكرة أنك أنت برضو كنت داخل على يعني اللعبة يمكن فيه فرق سن فيه ناس الفرق بينك وبينهم مش كبير بس فيه فرق برضو بينك وبين لعيبة تانية دا كان بالنسبة لك حاجة صعبة في التعامل كنت بتلاقي صعوبة في التعامل معهم ولا بالنسبة لك بالعكس كنت بتستفيد من خبراتهم بالعكس خالص حتى يعني كابتن شناوي يعني أكبر يعني كابتن كابتن الفريق هو دايماً كلمة بيقولها الصغير هنحترمه أكتر من الكبير لأن كلنا كل واحد هنا في النادي الأهلي فرق سن كله بيحترم بعض ما فيش فرق سن دا كبير دا صغير كله يعني الكبير بيحترم الصغير والصغير بيحترم الكبير دا في الناشئين في الفريق الأول دا سيستم ماشيين بكلنا به هنا فدي ساعدتني كتير جداً وهم كمان ساعدوني يعني من أول ما طلعنا كل اللعيبة كل اللعيبة دايماً بيقربوا من اللعيبة الصغيرة حتى أنا طلعت تتلاقي دايماً أكبر لعيبة تيجي مثلاً في المربعات معنا على الحاجات الوسيطة دي فبتساعدنا فلا كله هنا بيساعدنا كتير جداً أي حد مش أنا بس أي ناشئ بيطلع تحت كل اللعيبة الكبيرة بتساعده